سقوط حافلة مدرسية بها 50 تلميزا في نهر العاصي خلال رحلة مدرسية بإدلب السورية أفادت أنباء بمقتل وإصابة عدد من الأطفال اليوم الخميس إثر سقوط حافلة كانت تنقلهم من منحضر جبلي في نهر العاصي بمنطقة عيون عارة بالقرب من مدينة داركوش غرب إدلب في سوريا وقالت مصادر أن الحافلة التي كانت مخصصة لنقل أطفال إحدى الرحلات المدرسية خرجت عن مصارها وسقطت من أعلى منحضرحات في مياه نهر العاصي وأشارت المصادر إلى أن أكثر من 20 طفلا وصلوا في مشفى الرحمة بمدينة داركوش على قيد الحياة وقال مصدر تبي طلب عدم ذكر اسمه أن حافلة مدرسية بها تلميز ومعلمين سقطت في نهر العاصي قرب بلدة داركوش على مسافة حوالي 35 كم غرب محافظة أدلب وأن ثماني جثث لأطفال وصلت إلى مشفى الرحمة في مدينة داركوش كما أعلنت دفاع المدني السوري الخوض البيضاء في وقت سابق وفات ستة أشخاص جراء سقوط الحافلة والحد هنا يكون الفيديو انتهى إلى اللقاء في فيديو جديد وخبر جديد سلام